شاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم الغد بحول الله مساحة الأرصاد الجوية ترتق بسوحل الوسطى والغربية أجواء مشمسة على العموم لمغاشة جزئيا بينما المناطق الشرقية وكل الهضابة العليا إلى غيطة الأطلسة الصحراوي ستشهد سحب سفلة عبارة عن اتراب جوي سيكون ضعيف النشاط سيخص خاصة منطقة الأوراس ببعض الأمطار الرعدية أما بالهضابة الوسطى وكذلك الغربية الأمطار ستكون ضعيفة ومحلية تقريبا نفس الأجواء ستشهدها الثورة شمال الصحرا والوحات عبر صحب سفلة كتيفة أحيانا تكون مرفوقة ببعض الأمطار المحلية خاصة بشمال الصحرا ومنطقة الوحات صفاء تم على وسط الصحرا إلى غاية أقصى الجنوب مع نشاط زوابع رملية محلية من جراءه برياح معتدلة الحرارة الدنيا خلال ليلة اليوم إلى غاية فجر يوم الغد تتروح ما بين 7 إلى 9 درجات بالهضاب العليا والأوراس 9 درجات بيتيزي وزو 10 إلى 13 نحو سواحل في حدود 16 درجة بكافة مناطق شمال الصحرا 18 بيتين دوف نفس المقياس بـ 8 رأس وترتفع إلى غاية 26 درجة بأقصى الجنوب أما فيما يخص الحرارة القصوى خلال ظهيرة الغد تبقى فصلية مقياس ما بين 22 إلى 24 درجة على كل المناطق الساحلية لن تتعدى 17 درجة بالبيت بينما سترتفع إلى غاية 27 درجة بمعسكر وغليزان بالمناطق الداخلية الشرقية ستقرب 23 درجة في حدود 28 درجة بغردايا بالأغواط ببيسكرال مغير الواتو جورت ورغلا 27 درجة ببشار ترتفع إلى 32 درجة بتندوف 35 درجة بـ 8 رأس ترتفع أكثر بإنسالح تقرب 39 درجة وأخيرا أجواء حرة ببرج بجيمختار وإنقزام بـ 42 درجة للملاحة وسيد البحر يوم الغد البحر سيكون قليل الإتراب نحو سواحل الوسطى والشرقية رياح ضعيفة للعموم بينما بسواحل الغربية البحر سيكون مطرب مع رياح قوية نسمية تصل إلى 50 كم في ساعة ضمن تيارات غربية تماما عن وقت شروق الشمس بحتى الغد على مسوى العاصمة وضواحيها سيكون في حدود ساعة الخامسة سباحا و59 دقيقة أما الغروب في حدود 32 دقيقة بعد السابعة مساء مشاهدين أشكركم على حسن المتابعة وادمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر